طيب الموانس عادلي أشار في البداية للتاريخ النهاردة النهاردة تحديدا أحد ناشئ الأهلي تحت 16 سنة دخل التاريخ والأرقام القياسية التنافس الإنساني والبشري عامة بيسير نحو الرقم القياس نحو الريكورد إزاي تكون الأقوى الأسرع الأطول الأمهر وهكذا كل الأفعل فالنهاردة تحديدا ناشئ صغير في النادي الأهلي تحت 16 سنة استطاع أن يخطف من الكابتن أيمن يونس الرقم القياسي المسجل باسمه في أسرع هدف في المسابقات المحلية في الكرة المصرية أنتوا عارفين أن الكابتن أيمن يونس نجم الزمالك عنده رقم أنه بعد 11 سنة سنة 1991 سجل للزمالك هدف الدوري كان في مرمى السويس تيجي الفرصة النهاردة أنه ناشئ يجرد الكابتن أيمن يونس من هذا الرقم وساما ميدو لعب النادي الأهلي تحت 16 سنة سجل للأهلي هدف في مرمى الزمالك بعد 8 ثواني فقط من البداية الفريتين كانوا بيلعبوا في ملاعب النادي الأهلي في مدينة نصر استطاع الأهلي الفوزة 4 واحد الأهلي فوزة 4 واحد في هذه المدرات أريد أن ننبه السادة المشاهدين أنه بيتفرجوا دلوقتي على أهداف المباراة بالضبط دي أهداف هذه المباراة اللي النهاردة انتهت 4 واحد لصالح أهلي 2004 على حساب الزمالك كانت في ملعب الزمالك كمان أظن لا المباراة الدور الأول كانت في ملعب الزمالك الزمالك كان فاز في ملعب يعني دي في الأهلي؟ دي في ملعب الأهلي الأهلي فاز 4 واحد بيقود الأهلي الكابتن ياسر ريان وبيقدم هذه النخبة الجيدة جدا من اللعبة لكن زي ما قلتلكم كان اللافت فيها تسجيل رقم خياس هل أهم أن الفرقة دي بتتصدر بطولة الجمهورية؟ المباراة كانت في الجولة الثمانتاشر في بطولة الجمهورية ياسر ريان اختار تشكيل بدأ به مروان صلاح زياد أسامة بجد عادل خالد سليمان رأفة خليل محمد صلاح مصطفى أبو الخير محمد أسامة ميدو صاحب الرقم القياسي لأسرع هدف في تاريخ المسابقات المحلية المصرية وعلي أيمان وعمر جودة وفي الوجوم عبد الرحمن ممدوح وشارك في الشوت الثاني خالد السيد بدلا من علي أيمان وعبد الله شعراوي بدلا من عمر جودة وعمر عماد بدلا من محمد صلاح الفوز ده خلى الأهلي يسجل النقطة كده بوصل النادي الأهلي للنقطة 37 بيتصدر هذه المسابقة وسع الفارق بينه وبين الزمالك لخمس نقاط بعد ما الزمالك وقف رصيده عند 32 نقطة لأهلي جمع نقاطه من الفوز في 11 مباراة وتعادل 4 مباريات وخسر مرتين سجل 46 هدف يعني أهمية المباراة دي كان داخلها الأهلي ب34 وزمالك ب32 فكان نتيجتها ممكن تغير ترتيب القمة لكن هو كده بالطريقة دي تسعى الفارق إلى خمس نقاط للأهلي المؤكد أنتوا هتشوفوا تغطية خاصة وهتشوفوا كواليس كتيرة جدا مع الزميل العزيز الكابتن أسامة حسني في برنامجه الأشبال اللي بيلقى الضوء المكسف على هذه النتائج الجيدة وعلى هذه المواهب الوعدة الحقيقة ترجمة نانسي قنقر